السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا العزاء أهلا بكم مع معلومة جديدة في عالم زراعة أشجار الفكهة النهاردة هنشرح طريق زراعة فكهة جديدة علينا أول مرة زراعة فكهة منتشرة جدا في الجزائر والشقيق وفي لبنان الشقيق فكهة اسمها فكهة البيبينو الفكهة دي احنا مصور من ماشتل الدكتور عبدالله بنصور فكهة البيبينو هنشرح طريق زراعة فكهة البيبينو بالعقل احنا اخدنا عقل من أسبوعين وهنزرع الفكهة دي بطريقتين الطريقة الأولى في كياس الماشتل والطريقة التانية في الأرض مباشرة هي فكهة سهلة جدا في الزراعة تنتمي إلى العائلة البازينجانية أظهرها شبه أظهار البازينجان بالزبط هي شغيرة بمستديمة الخضرة عمرها قصير شوية أربع سنوات بتستمرها أربع سنوات في الأرض تحتاج لدعمات أو عريشة علشان الانتاج يكون كويس هنبدأ بالطريقة الأولى بزراعة فكهة البابينو بالعقل في كياس الماشتل لما احنا متعودين احنا دايما بنزرع في تربة رملية مخلوطة بحوالي 20% كومبوست أو أي سماد قديم متحلل وبنزرع العقلة بالطريقة اللي احنا شفناها وبنسقي كل 3 ايام مثلا وهنغطي بكيس شفاف بلاستيك بفتحات من أعلى أو إزازة بلاستيك بها فتحات من أعلى واحنا بنزرع لازم اتجاه الأوراق الصغيرة اللي احنا شايفينها اتجاهها الأعلى علشان لو زرعناها بالمقلوب مش هتطلع دي أهم نقطة في موضوع زراعة العقل هي زراعة سهلة جدا 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 أسهل ما يكون ودي أسرع عقل زراعتها لأشجار فكهة بالانباد سريع جدا وسهلة جدا في الرعاية إن شاء الله هنزرع في الأرض المستديمة برضو بنحفر حفرة صغيرة وبنزرع العقلة وبنردم ونضغط كويس حوالي العقلة علشان نفرغ الهواء وبنسقي برضو ونتبع بالرأي كل تلات أيام أو أسبوع لو لو الأرض بتحتفظ بالمياه برضو نخلي بنا الأوراق اتجاه الأوراق تكون لأعلى وفي الأرض المستديمة نعود نفسنا وإحنا زراعنا أي عقل بنعمل علامات صغيرة كده علشان الحركة في المكانة وفي المزرعة لو أي حد بيتحرك في المزرعة ياخد باله اللي في عقل هنا مزروعة لأن لسه ما فيهاش أوراق فبنعلم علامات صغيرة وإن شاء الله لما عملت زراعة تنجح هنعمل عريشة صغيرة تطلع عليها الشجيرة وده بعد مرور حوالي أسبوعين بالزبط خمس عشر يوم آآ احنا أغطينا زي ما احنا شايفين بزازة بلاستيك فيها فتحات من أعلى بسم الله ما شاء الله نمو سريع مفيش أسهل من كده هو أوراق الشغيرة بتشبه أوراق النعناع ويا صغيرة لكن الأوراق دي بتكبر مع الوقت بتكبر شوية زي ما احنا شوفنا في أول الفيديو ده بعد مرور خمس عشر يوم في كيس المشتل وبعد هنشوف بعد مرور خمس عشر يوم برضو في الأرض المستديمة عملية الزراعة نكحة 100% احنا زرعنا حوالي ثلاث عقل كل العقل نجحة 100% بسم الله ما شاء الله لقوات إلا بالله طعم الفاكهة في اختلاف شوية في ناس بتقول الطعمها مش مستساغ وفي ناس بتقول الطعمها كويس جدا لو احنا استركناها على الشجيرة آآ تندق كويس طعمها بيكون جيد ان شاء الله الشجيرة هتطرح سمار بعد مرور حوالي ثلاث او اربع شهور من عملية الزراعة باذن الله وهنعرض ليكم ان شاء الله السمار عنده النطج باذن الله والانتاج لو كان لي نعم اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة دمتم في رعاية الله وامنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة